منتخب مصر لكرة اليد مبارح فاز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والتساعة في تاريخه كمان اختتم منتخب مصر لكرة القدم تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوتيفور ده استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية النهاردة الساعة 10 مساء في دور 16 بأمم إفريقيا تفاصيل أكتر عايزين نعرف عن فوز منتخب اليد واستعدادات منتخبنا الوطني لكرة القدم الأخيرة لمواجهة الكونغو برحم معنا على تريفون الناقد الرياضي إبراهيم علي صباح الخير صباح الخير صباح الخير عليك وعليك السادة المشاهدين أهلا بك في البداية طبعا حابين نهنق منتخب اليد وفوزنا بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخنا والمرة التالتة على التوالي وتأهلنا كمان لأولمبيادة باريس 2024 طبعا فوز مهم جدا لمنتخب كرة اليد في مصر طبعا كعته متفيد الكرة الأفريقية بيقدم نتائج قوية جدا وبيقدم نتائج مذهلة جدا يعني فيه فرق وفجوة كبيرة جدا ما بين المنتخب مصر بتاع كرة اليد ومنتخبات الكرة الأفريقية كمان منتخب اليد في مصر كمان متفوق عالميا بنشوفه في المنديل اليد الأخير برضو بيقدم نتائج مهمة جدا برضو فترة الاستعداد قبل بطولة أفريقيا لعب مع منتخبات أوروبية كبيرة زي منتخب الدنمارك وقدم برضو على الرغم من خسارة ولكن قدم يعني نتيجة جيدة جدا ولكن فوز مبارح بقى على منتخب الجزائر والفارق الكبير بثمان نقاط تقريبا 29-21 ده يعني 29-21 بالضبط ده يعني فارق كبير جدا بنشوف بنشوف قد ايه ان المنتخب اليد بقى فارق كبير جدا ما بينهم وبين المنتخبات الأفريقية الأخرى وكمان في دي أول مرة يتفاق فيها على منتخب الجزائر في النهايات لأنه سبق أن هم التفاق لكده مرتين في نهاء البطولة ولكن خسرهم منتخب المصري ولكن في العهد الجديد وفي اللي احنا فيه دلوقتي في عشر سنين تعريبا فيه تفاق كاسح للمنتخب اليد وبيقدر أنه هو يسوق في البطولة ثلاث مرات متتالية ويعني احنا سعداء الحظ أن احنا نشوف تتويج المنتخب المصري طبعا عندنا هنا في الصالة المغطاب الصدقاء كتير بيسأل بقى شايف إزاي هيكون حظوظنا في أولمبياد باريس اللي جاية وهل فعلا قادرين على الفوز بالبطولة؟ بالفوز بالبطولة في باريس هيبقى الموضوع يعني صعب شوية ولكن أكيد أكيد هيبقى فيه أداء قوي من المنتخب المصري في الأولمبياد هم بيمتلكوا روح قطالية كبيرة جدا أكيد طبعا لأنهم يعني على طول بنشوف حتى في بطولة العالم بعيدا عن الأولمبياد وفي الأولمبياد الكمان اللي فاتت منتخب مصر بيقدم نتائج مزهلة جدا لغاية آخر نفس بيلعب قدام المنتخبات الأوروبية القوية يعني المتزدرة للمشهد زي منتخبات أسبانيا والدنمارك وفرنسا دول من أقوى المنتخبات اللي احنا بنشوفها في أوروبا في كورتلياد ولكن منتخب مصر لما بيلتقي مع أحد المنتخبات دي بيبقى واقف وصادها الند بالند ولكن طبعا في بعض التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق في المواجهات دي ولكن طبعا بنتمنى طبعا إن احنا نشوف منتخب مصر في الأولمبياد بشكل أقوى كمان من اللي احنا شفناه في البطولة الأفريقية لأن المستوى أكيد بيتغير وفرق الثقافات والطريق اللعبة ما بين أفريقيا وأوروبا طبعا هيكون متغير شوية ولكن منتخب مصر قادر أنه هو يوصل لأبعد مدى في الأولمبياد وأكيد ما حدش يعني ما يتمناش أن احنا نفوز بلقب كورتلياد في الأولمبياد إن شاء الله إن شاء الله نفوز بأولمبياد باريس 2024 لكن خلويني دلوقتي نروح مع حضرك بقى لمنتخب كورة القدم ونعرف أكتر كواليس عن تدريبات منتخب مصر مبارح وخصوصا كمان كان فيه مؤتمر صحفي لروي فيتوريا وفي عدد من الغيابات الموجودة ما بين اللاعبين ده بسبب الإصابات طبعا منتخب مصر بيقول النهاردة مباراة الكونجو الديمقراطية بجيابات عديدة على صحة طبعا نجم محمد صلاح وكمان محمد الشناوي اللي تعرض في آخر 30 ثانية لسوء الحظ يعني آخر 30 ثانية في مباراة كاففرد الماضية في المجموعات تعرض لإصابة في آخر 30 ثانية وإصابة صعبة جدا خلع في الكتف واحتاجت كمان أن هي يعمل عملية جراحية كمان من دون بقى مباراة ومن دون أي تدخل ولا أي حاجة إمام عسور برضو يتعرض لإصابة بارتجاج في المخ أثناء التدريبات لوحده بيقع على رأسه فحصل له ارتجاج في المخ فدي كانت وأومر مرموش كمان عنده إصابة بدور بارد بالزبط ده اللي خلاه يجيب مبارح عن مؤتمر الصحفي مع روي جيتوريا أو حل محله مروان عطي مبارح في المؤتمر الصحفي دي غيابات مؤثرة طبعا وكان فيه جذل شوية حوالين هل إمام عشور النهاردة هيلعب ولا لأ بس بشكل كبير جدا لأنه ما شاركش في المران الجماعي لمنتخب مصر فبشكل كبير جدا إمام عشور هجيب النهاردة وأن المبارح حاله كحال حمد صلاح ومحمد الشناوي ولكن حالة مرموش أحسن شوية منه نازلت برد مش هتمنعه أنه هو يشارك في المبارح النهاردة ولكن يعني ضمننا كده القايمة اللي بتضم 27 لعيب فيه ثلاث لعيبة مؤكدين أنه هو هيجيبه النهاردة وهيتم استبعادهم هم محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عشور والرابع ده بيبقى تبع بقى اختيرات الفنية لروي فيتوريا مدرب منتخب مصر طيب عايزين نعرف تفاصيل عن تاريخ مواجهات الكونجو الدموقراطية ومنتخبنا الوطني طبعا مواجهات منتخب مصر مع الكونجو الدموقراطية فيه يعني مواجهات كتيرة جدا سبعت ما بين الفريقين وطبعا كلنا عارفين أن منتخب الكونجو أو جمهورية الكونجو الدموقراطية دي كانت قبل كده بتسمى بزئير فطبعا يعني ممكن الأقام تختلف شوية ما بين المواجهات منذ أن تم تسمية الزئير بجمهورية الكونجو الدموقراطية ومسابقات قبل كده بقى لما كان المنتخب الكونجو بيحمل اسم الزئير شكل عام يعني الفريقين بستنشر مباراة كان منهم ثمن مباريات رسمية واربع وديات من الثمن المواجهات الرسمية دول كان فيه خمسة في كاس الأمم الأفريقية قدر منتخب مصر أنه يفوز في ثلاث مباريات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة وتعادل في مباراة وحيدة تقريبا كانت آخر مواجهة ما بين منتخب مصر وكونجو وكانت نشخة 2006 كانت في ربع النهائي قدر من ساعتها منتخب مصر أنه هو يفوز بنتيجة كبيرة جدا في جيل حفل انشحاته طبعا يكسب بنتيجة أربعة واحد وساعتها طبعا كلنا عارفين أن منتخب مصر بيقدر أو قدر ساعتها أنه هو يتوج بالبطولة وكمان المفارقة الزريبة كمان أن منتخب الكونجو قبل كده برضو في المباراة الإكسائية بالذات اللي بتبقى في دور 16 في دور نص النهائي وربع النهائي لما بيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونجو اللي بيكسب ما بينهم هو اللي بيتوج بالبطولة بعد كده لأنه برضو في 1974 في نسبة 1974 كانت ساعتها منتخب الكونجو بيحمل اسم منتخب زئير وفراز على منتخب مصر بنتيجة 3-2 وهو اللي توج بالبطولة في النهائي طيب عايزة أعرف منك شايف إزاي ممكن فيتوريا يفكر في التعامل في المباراة دي خصاً إن احنا عندنا بعض الأخطاء في الدفاع يعني الهجوم يمكن آه جيدين فيه لكن بيبقى فيه مشكلة كبيرة جداً في حالة الدفاع عننا طبعاً هي دي من أبرز الحاجات أو من أبرز الأسئلة اللي تسهلت في فيتوريا مبارح في المؤتمر الصحفي أنت دلوقتي أنت بتعاني من مشكلة دفاعية كبيرة جداً أنت لأول مرة بسم تسجيل فيك ست أهداف في دور المجموعات من سنة 1990 فإيه الحل أو إيه اللي أنت المفروض تعمله لا تعتمد عليه صحيح بالزبط هو كان رده واضح أن أنا زي ما أنا استقبلت ست أهداف لكن نبص برضو أن أنا قدرت أن أنا أسجل ست أهداف برضو ولكن ده ما يكلميش ما بصش لناحية الدفاعية لأننا دخلنا يعني مرحلة إقصائية خلاص اللي يخسر هيودع البطولة صحيح ما فيش بقى تعويض في المبراءة اللي جاية وخصوصاً أننا كمان تعهلنا بسيناريو إلهي مش هنقدر نجوه بقى مين هنجمع نقاط مين اللي فاز وهنلاعب مين مين هيخرج قوينا لكن خلاص هنفح حالة حسم دلوقتي بالزبط زي ما أنت بتقولي كده وكمان يعني المفروض النهاردة يعني أنه هو يعني يبقى فيه تعليمات خلال اليومين أو الثلاثة اللي فاز واللي شاهدت التعضربات والتحضير للمبراءة الكونجو كان لازم يبقى فيها تعليمات واضحة لخط الدفاع لازم يبقى الصنائية ما بين أحمد الجازي ومحمد عبد المنعم لازم يبقى فيه شغل ما بينهم وتفاهم ما بينهم أكتر من كده طبعا النهاردة هنشوف وجه جديد في حراس المرمى محمد أبو جبل اللي شفناه في البطولة اللي فاتت وكسر الدنيا ووصلنا للنهائي كان قريب أن احنا نحصد البطولة ولكن سوء التوفيق طبعا في رقلات التربيح قدام منتخب السنجال ما خلناش نحصد البطولة فالنهاردة لازم يبقى فيه تفاهم ما بين الصنائي اللي هو عبد المنعم وحجازي في خط الدفاع لأن هم دول سبب المشاكل بشكل كبير شفناه في المباريات الثلاثة اللي فاتت وكمان هيبقى معاهم أبو جبل لسه أول مباراة هيلعبه في البطولة ومعاهم كمان في الصنائية دي فلازم يبقى فيه تفاهم ما بينهم لازم يتكلموا هم الثلاثة مع بعض في الكرات المسترقة عشان ما فيش أقطاء تنجم عن ممكن عدم التفاهم ما بينهم ده لازم شغل بيتوريا مع السلاثة ده وكمان مع الظاهرين سواء بقى حيلعب بحمد هاني أو عمر كمال في مركز الظاهير الأيمن وكمان في مركز الظاهير أيصر محمد حمدي ولا أحمد سرطور طب هو هيعتمد على مين في خط الوسط خط الوسط طبعا ضربة كبيرة بالجاب إمام عشور لأن إمام عشور طبعا من أهم لعيبة خط وسط منتخب مصر وفي مصر عمدا بشكل عام في خلال الفترة الأخيرة بنشوفه في المقارات الثلاثة إشهدات عالمية كبيرة جدا بيتكلم على إمام عشور وأهميته في خط وسط منتخب مصر ولكن جابه النهاردة هيبقى ضربة مؤثرة جدا ممكن تأثر على منتخب مصر النهاردة في المباراة ولكن الثلاثة الأقرب النهاردة في خط وسط منتخب مصر هم حمدي فاتحي ومروان عطية دول اللي سبتين معنا ومع فيتوريا في خلال المباراة اللي فاتت كان فيه أصوات إن طبعا بعد مباراة الجولة الأولى والتانية بخروج محمد النني من الشكيل وده اللي حصل في مباراة كاف زردي ولكن يعني يقال إن لسه فيه مفاضلة فيه خط وسط منتخب مصر النهاردة ما بين النني والاعتماد بقى على أحمد سيد زيزو في خط الوسط وده اللي عمله في سوريا في مباراة الجولة الأولى إنه هو اعتمد على زيزو في نص الملعب معه وجورد النني في الملعب معاه برضو في خط النص ولكن النهاردة الأكيد إنه هيبقى فيه حمدي فاتحي في مروان عطية اللي لسه فيه الشك هل هيبدأ بنني أساسي ويصيف عطوا أحمد زيزو يلعب في مكان محمد صلاح ولا يعتمد على مصطفى فاتحي في مركز بس هنشوف فعلا خلال الساعة القادمة بس هل نحن سؤالي الأخير ليك توقعك لموراة النهاردة الفوز لمين والنتيجة هتكون كم كان أعتقد بالنسبة كبيرة إن شاء الله يعني الفوز هيبقى لمنتخب مصر إن شاء الله الموراة تبقى صعبة جدا لأن منتخب كونجو عنده أسامي محترشة كبيرة جدا ومصادر خطورة كبيرة جدا في كل المراكز الموجودة عنده ولكن أعتقد أن النهاردة إن شاء الله منتخب مصر حيفوز بالمبراء ويقدر يتأهل إن شاء الله كم كم يا كب وبنتيجة يعني يا واحد تفريع 2 واحد إن شاء الله إن شاء الله بإذن أنا بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم عاري النقد الرياضي إن شاء الله بنتمنى الفوز لمنتخب مصر النهاردة على منتخب كونجو ونكمل ونصعد ونرجع مرة تانية بالكاس الأمم الأفريقية السنة هرجع مرة تانية لبسانت وشازلي علشان نكمعك فقرة صباحة يا مصر شكرا للمشاهدة